وعودة لفعليات مهرجان العالمين الجديدة في يومه الأخير ينضم إلينا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري تحية لك محمود دعنا في المشهد لديك برحب بيكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة اليوم الأخير في النسخة الثانية النسخة الأقوى والأكبر في الفعاليات وأيضا جذب عدد كبير من السائحين ورواد مهرجان العالمين الجديدة وربما كما كانت البداية قوية أيضا الختام اليوم هو الأقوى بوجود عدد من الفعاليات المختلفة ستبدأ هذه الفعاليات بالفعاليات الرياضية وبعض مباريات كرة السلة في المنطقة الترفيهية وحفل فني صغير في المنطقة الترفيهية بالإضافة أيضا إلى وجود فرق الفنون الشعبية والتراثية والطنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وهذا البرنامج الفني الذي يتم تنفيذه منذ بداية هذا المهرجان أما الختام الأقوى سيكون مع حفلة ويكز التي ستكون في منطقة اليو أرينا وربما نتابع هذه الاستعدادات في اليو أرينا من حيث المسرح وأيضا أعمال الإضاءة والصوت وأيضا تجهيز بوابات الدخول والمساحات المخصصة أيضا لوجود أو وقوف السيارات لأن هذه المنطقة التي تم تخصصها تستوعب أكبر عدد من الجمهور الذي يكون في هذه الحفلات ومن المتوقع أن يكون هناك عدد كبير لهذه الحفلة لأن هناك عدد كبير ينتظر وجود ويكز في مدينة العالمين الجديدة خاصة بعد غيابه لفترة طويلة فيما يتعلق بإقامة الحفلات لكن ستكون هذه الحفلة هي الحفلة الأولى له منذ وقت طويل في مدينة العالمين الجديدة وضمن فعليات مهرجان العالمين هذا المهرجان أيضا البداية القوية التي كانت وبعدد كبير من الفعاليات المختلفة وربما كنا نتابع هذه الفعاليات بالأمس فيما يتعلق بالعروض الجوية التي أقبتها القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العالمين الجديدة ببعض الاستعراضات المختلفة التي لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور المتواجد في مدينة العالمين الجديدة ومنذ بداية هذا المهرجان ونحن نرى نسبة الإقبال من الزائرين ومن السائحين أيضا من مختلف دول العالم على مدينة العالمين الجديدة والاستمتاع بكل الفعاليات المختلفة سواء كانت الفعاليات المخصصة للأطفال أو حتى الفعاليات الرياضية المتنوعة التي استطاعت أن يكون بها عدد كبير من الفعاليات خاصة مباريات كرة القدم الخاصة بأساطير كرة القدم وبعض البطولات ونتحدث تحديدا عن بطولة الجودو التي استضافها مهرجان العالمين الجديدة للعام الثاني على التوالي وكانت بحضور عشر دول عربية مختلفة بإجمال خمسمائة لاعب ولاعبة وكان هناك استعدادات تتم على قدم وصاق لاستضافة هذه البطولة العربية والإشادة بما يتم في مدينة العالمين الجديدة من حيث التطور العمراني والسياحي فاستطاع مهرجان العالمين أن يقدم رسالة كبيرة عن إحدى أهم المدن السياحية الموجودة في مصر وهي مدينة العالمين الجديدة وربما أيضا كنا نتابع التنوع المختلف في الفعاليات الفنية سواء كانت بالحفلات التي يتم إطلاقها في اليو أرينا أو حتى الحفلات الفنية التابعة لوزارة الثقافة الموجودة في المصرح الروماني بالمدينة التراثية وكان هناك تعاون كبير جدا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسات المختلفة لجذب كل الفئات وكل الأعمار وهذه هي السمة المميزة للنسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة أو للمهرجان بشكل عام منذ بدايتي في النسخة الأولى وهو جذب كل الفئات المختلفة من خلال إتاحة بعض الخدمات كوسائل المواصلات الموجودة داخل مدينة العالمين الجديدة أو حتى المنطقة الترفيهية التي تسمح بدخول كل الفئات وكل الأعمار للاستمتاع بكل الفعاليات المختلفة وربما كنا نرى الفعاليات الخاصة بالأطفال من خلال مهرجان نبتة وبعض الأنشطة الرياضية الخاصة بالأطفال الموجودة في المنطقة الترفيهية وكنا نرى أيضا وجود لعدد كبير من المبادرات والأجنحة المختلفة التابعة لعدد من المؤسسات والوزارات لتقديم خدماتها ضمن مهرجان العالمين الجديدة أخيرا سأختم بما قاله رئيس الوزراء بالأمس بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تصمت في كل الظروف المحيطة في المنطقة وتجذب أكبر عدد من السائحين ويكون هناك حركة كبيرة للسياحة ونحن نتحدث عن السياحة إذن نتحدث عن مدينة العالمين الجديدة إحدى أهم المدن التي تجذب أكبر عدد من السائحين والزائرين وربما سنتابع معكم على مدار اليوم الفعاليات المختلفة حتى ختم مهرجان العالمين الجديدة بحفلة ويكز في منطقة اليو آرينة هذه هي الصورة وأعود إليكم في الستوديو مرة أخرى شكرا جزيلا لك محمود جميل مرسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة